اشتركوا في القناة ولا تتأخر عليه اسرع الثعلب نحو الحمار قال له انتبه ان الاسد يبحث عن ملك للغابة فاذهب معي حتى تتقرب منه فلربما حظيت بالمنصب والجاه اخذ الحمار يفكر بالمنصب الذي ينتظره وفرصة عمره واخذ يبني شكل مملكته وحاشيته وهيئتهما من الاحلام الوردية التي حلقت به في فضاء اخر الا انه بمجرد دخوله على الاسد وقبل حتى ان يتكلم ضربه الاسد على رأسه فقطع اذنيه الى اربع ففر هاربا بجلده وهكذا فشلت الخطة الاولى فكرر الاسد ايها الثعلب ائتني بالحمار وإلا اكلتك قال الثعلب سأحضره لك ولكن يا ملكنا ارجوك ان تقضي عليه بسرعة وذهب لتوه يبحث عن الحمار للمرة الثانية وما ان ادركه عاتبه وهو يصيح انت حمار ولا تفهم كيف تترك مجلس ملك الغابة وتضيع على نفسك هذا المنصب الا تريد ان تصبح ملكا قال الحمار اتهزأ بي وانا الحمار يا ثعلب الم تره وهو يقضم اذني لو لان فررت بجلدي قال ثعلب يا حمار هذا غير صحيح كيف ستتوج وكيف سيركب التاج على رأسك كان يجب ان تطير اذناك حتى يركب التاج على رأسك يا حمار صدق الحمار المغدور وعاد الى الاسد الطيب الذي يبحث عن السلام وهو يعتذر منه على سوء ظنه به وما ان اقترب منه هذه المرة حتى ضربه ضربة قطع الضيلة ففر مرة اخرى يصابق الريح قال الثعلب اتعبتني ايها الاسد فكان كلامه مثل كلامه الاول اتني بالحمار وان لا اكلتك وهل الثعلب من حل او من حل غير المكر والحيلة رجع الثعلب للحمار فواجده معاتبا باكيا انت كذاب ايها الثعلب فقدت اذني وذيلي وانت لا زلت تمنيني بالمنصب فكان جواب الثعلب كيف تجلس على كرسي العرش وذيلك من تحتك قال الحمار لم افكر في هذه ولم تخطر على بالي ارجوك خذني عنده لاعتذر منه عله يصفح عني وبمجرد وصول الاسد او وصوله الاسد حدأ من روعه وقال له لا تهتم هذه مجرد اختلافات في وجهات النظر ثم قام وافترسه من رقبته والحمار يصيح اين اضع التاج اين اضع التاج لفظ الحمار انفاسه الاخيرة فطلب الاسد من الثعلب انسلخ الحمار وناولن المخ والرئة والكلة والكبد فاكل الثعلب المخ ورجع ومعه الرئة والكلة والكبد فقال الاسد يا ثعلب اين المخ قال الثعلب يا ملك الغابة لم اجد له مخا قال الاسد كيف ذلك قال الثعلب لو كان للحمار مخ ما كان ليرجع اليك بعد قطع اذنيه وذيله القاكم بعد الجنريك ل bilingual اشتركوا في القناة شكرا الاعجاز اهتشه all